قال الله تعالى في القرآن لحبيبه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن الكون المنظور بيّن ربنا تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله على حضرته أن ينظر وأن يتأمل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل لأنهم يقرؤون القرآن بقلوبهم ويفهمون بعقولهم وقلوبهم فيتحولون من ظلمة إلى نور قال الإمام الشافعي في معرض حديثه عن أستاذه شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي العلم باب من أبواب الجنة إذا استغرق الإنسان في العلم وعاش في طريق العلم أخذ طريق النور وسار في طريق الله والطريق إلى الله يحتاج إلى أن يقف الإنسان على بابه يقرع الباب لكي يفتح له فإذا فتح له دخل وبقي ولا يجب على الإنسان أن يقف على باب الله كهذا الذي يقرع الباب وينتظر أن يأخذ حاجته ويمضي ولا يكون ممن يعبدون الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه أما قرون الذي فوتن بعلمه فلا يجوز للإنسان أن يفتن مثله لأنه كان يستطيع أن يحول التراب إلى ذهب ولما أخذ مكانا عليا وسط قومه قال لقومه إنما أوتيته على علم عندي وكانت هذه هي الفتنة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين والفرح في هذه الآية وفي هذا المعنى معناه الغرور أي لا تغتر بهذا العلم لأن الذي أعطاك ومنحك ووهبك القدرة على هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى أما العلم الموهوب كالذي كان عند الخضر فهو الذي رأى أن في خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار عطاء لكن موسى عليه السلام وجد فيهم شر وفي كل مرة كان يعترض عليه فقال أخرقتها لتغرق أهلها ثم قال له أقتلت نفسا بغير نفس فقال وقال له عند بناء الجدار إنك تستطيع أن تأخذ عليه الأجر وهكذا أصبح يعارض في كل هذه المراحل إلى أن وصل في النهاية لقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأما الغلام فكان أبواهم أمنين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدين إلى أن وصل إلى هذا المعنى واستقر في وجدانه علم أن الله تعالى قد وهبه علما لدنيا يستطيع به أن يستقرأ الأحداث وأن يكون في قلب الواقع وهذا ما نحتاج إلى أن نسلح به عقول الشباب والفتيات في زماننا هذا فنحن في عالم لا يعرف إلا القوة والله تبارك وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا جوز لإنسان عاقل فاهم أن يختزل هذه القوة في قوة السلاح أو الدبابات أو الطائرات لا إنما هي القوة الاقتصادية والاجتماعية والبنية والقوة النفسية والقوة العلمية وما تقدمت الأمم وما وصلت إلى هذه الأماكن إلا بالعلم العلم نور العلم طريق يحتاج إلى تسلح يحتاج إلى عقلية فارقة يحتاج إلى همة واهتمام يحتاج إلى نضرة في التفكير وتأمل وتدبر استجاب الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم لما أمره وقال له وقل رب زدني علم فزاده من العلم وعطاه من علمه ما استطاع به صلى الله عليه وسلم أن يكون بليغا فصيحا يمتلك الأدوات التي بها يقنع الإنسانية بهذا النور الذي جاء به وهو القرآن الكريم فالقرآن نور نزل من النور على قلب النور بواسطة النور صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم والله نور السماوات والأرض والملائكة أجزاد نورانية خلقت للتسبيح والتقديس وطاعة الأوامر والقرآن نور وشفاء وهلن ورحمة والنبي صلى الله عليه وسلم نور من الله نور حياتنا كذلك الناظر في حياة الإنسانية يجد أن طلب العلم ليس مقصورا على العلم الشرعية فإننا نحتاج إلى علم الرياضة والطب والفلك والهندسة والصيدلة ونحتاج إلى الزكاء الاصطناعي الذي ملأ الدنيا الآن في زماننا وها هو مثلا على سبيل المثال ابن سيناء وجابر بن حيان ومحمد بن موسى الخوارزمي والفرابي وأبو القاسم الزهراوي والحسن بن الهيثم وابن النفيس وغيرهم من العلماء المبدعين في شتى المجالات وفي مختلف دروب العلم والمعرفة ملأ الدنيا علما ونورا ولذا طلب العلم فريضة كل العلوم لا أقول الفقه والتفسير والحديث والبلاغة والأدب والعلوم الشرعية وما يحتويها فقط إنما لسائر العلوم يحتاج الإنسان إلى فهم وتأمل